الشعب الجزائري يعني أعتقد أنهم بدأوا بالمطالبة بأن لا تكون عهدة خامسة لكن رفعوا هذا السقف إلى المطالبة بتغيير كامل وتكلم البعض عن جمهورية جديدة وجمهورية ثانية أنا أعتقد على أن المطلبين يعني مبررين يعني ما فيه جداعي الحقيقة لعهدة خامسة وأيضا التغيير والتغيير الجذري مطلوب يعني عشنا من فترة الاستقلال إلى الآن ومرنا بمراحل مختلفة أو أزمات ومنعطفات كثيرة هذا منعطف جديد كبير جدا ثم أنا أقول شيء آخر يعني خلينا نقول في بعض المنعطفات لم نوفق توفيقا كاملا في التعامل مع التغيير اللي كان مطلوب المرة هذه إن شاء الله ما نغلطش وإن شاء الله نمشي في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى الجمهورية الثانية لكن يعني تعرف المثل اللي يقول أنه رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة هذه الخطوة الأولى لازم تكون في الاتجاه الصحيح يعني أنت حاب تمشي ألف ميل نحو الجمهورية الثانية إذا أمشيت في طريق غير صحيح ربنا يستر وين توصل وبالتالي لازم يعني الناس الآن آراء مختلفة ويعني ممكن لأخطاء ارتكبت في الماضي البعيد والماضي القريب الحوار بين الناس ما كانش في المستوى الآن لازم يكون فيه حوار حقيقي